أعلنت وزارة البيئة إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر الأطراف 27 لتغيرات المناخية والذي تصدفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من السادس وحتى السامن عشر من نوفمبر القادم يتضمن الموقع كافة التفاصيل المرتبطة بمؤتمر شرم الشيخ كما يتضمن تفاصيل تسجيل حضور كل المشاركين ويتضمن كذلك كلمة ترحيب من سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أكد خلالها السيد الرئيس أنه فرصة أو كوب 27 يعد فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافري والتنفيذ الفعل بالترجمة نانسي قنقر